الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد أخي المشاهد الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم واليوم الخامس من رمضان يجري رمضان سريع هذه الأيام الخامسة مرت لم نشعر به وإنما تمر مرورا سريعا هذا ورمضان يأتي سريعا وينقضي سريعا المولى عز وجل عن رمضان قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فهل استطعنا أن نقرأ القرآن خلال هذه الأيام الخامسة هل من من قطع شوطا بعيدا في قراءة القرآن الكريم؟ هل من من استطاع أن يختم القرآن الكريم في هذه الأيام الخامسة؟ لا شك أنه هناك من المسلمين من استطاع أن يفعل ولكننا ينبغي أن نغتنم هذا الشهر المبارك الكريم لنعيش مع القرآن وليكون القرآن دائما ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وهمومنا وغمومنا إذا ما أصابكم أرق أو ألم أو اضطراب أو قلق أو اكتئاب فعليكم كتاب الله كتاب الله دائما هو الملذ والملجأ والمأوى والمرجح ونبينا صلى الله عليه وسلم قال لنا من أراد أن يكلمه الله فليقرأ القرآن من منا لا يريد أن يكلمه الله سبحانه وتعالى ذلك دراجة عالية ومنزلة سامية ومقام الرفيع ذلك الذي يجلس ليكلمه المولى سبحانه وتعالى إذا قراءة القرآن في شهر القرآن واجبة ونبغي أن نهتم بها وأن نعيش معها وأن يكون القرآن دائما موجهنا يقض بأيدينا إلى الله سبحانه وتعالى وقل المشاهدين جميعا إذا حذبكم أمر أو شق عليكم أمر أو أتعبكم أمر أو أجهدكم أمر فعليكم بكتاب الله إلجوا إلى القرآن تستريح نفسا وقلبا وضميرا ووجدينا وحياة ولما لا والمولى عز وجل قال لنا والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصدح بالهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات في كل مناح الحياة مش بس بيصلوا بيصوموا بيزكوا بيحجوا لا الصالحات في المصنع والصالحات في المتجر والصالحات في المدرسة والصالحات في الجامعة والصالحات في المشغل والصالحات في المعمل والصالحات في كل نواحي الحياة تلك هي الصالحات الصلاة والصيام والزكاة والحق تلك الحد الأدنى من الصالحات نما الصالحات كل عمل يبتغى به الخير وجه الله سبحانه وتعالى لكذا يقول لنا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزيل على محمد ما الذي نزيل على محمد هو القرآن الكريم وكتاب الله العظيم هو الذكر الحكيم والذي يأخذ بأيدينا إلى الله سبحانه وتعالى يجعلنا دائما في مأمن من الخوف نعيش دائما في الرجاء يحدونا دائما للأمل فأنك تازى المحن والشدائد والمصائب والكوارث إذا مرتبطنا بكتاب الله سبحانه وتعالى وآمنوا بما نزيل على محمد هو القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى يغفر لهم ذنوبهم لي لأن سيدنا نبأ لنا من قرأ القرآن فلاه بكل حرف حسنة والحسنات بعشر أمثالها لا أقول ألف لا ميم حرف ولكن ألف ونحرف ولا من حرف وميم حرف تخيلوا بقى لي بيختم القرآن يبقى خد كم مليار حسنة كل حرف بعشر حسنات اجمعوا بقى الحروف اللي في القرآن الكريم على تكام في عشرة يبقى جمعنا مليار الحسنات حين نختم القرآن الكريم وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئات محا الخطايا والأوزار والذنوب لأنه زي ما قلنا كل حرف بعشر حسنات يبقى لما ينزل عشر حسنات حتى يتمسح أساتهم عشر سيئات يبقى إن شاء الله بإذن الله حناخذ من ختم القرآن ليس علينا أوزار ولا خطايا ولا سيئات ولا ذنوب اتمحك للذنوب والخطايا والأوزار والسيئات كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم يعني روأ باله بلغتنا كده روأ باله ونحن في زمن أحود فيه إلى إصلاح البال وإلى إصلاح الحال ولن يكون ذلك إلا بالاستمساك بكتاب الله سبحانه وتعالى والعيش مع كتاب الله سبحانه وتعالى وأن يكون كتاب الله دائما والذي يأخذه بأيدينا إلى الله سبحانه وتعالى هيجي حد يقول لي عملا دا أنا عاد أقرأ قرآن طول الوقت لا ابدأ لعمل أول الذين آمنوا وعملوا الصالحات الصالحات في كل ناحية من نواحي الحياة في كل أعمر من أمور الحياة في كل شأن من شؤون الحياة الخضية مش أن أنا بعمل صالحات من وجودة نظري أنا لا من وجود نظر الدنيا والحياة والمجتمع ومن نظر وجودة نظر المولى سبحانه وتعالى بعمل صالح ولا لا ما هو في كتير بيظنهم عملوا صالحهم عملوا فاسد وسيء وشر وأزى وسوء ومكروف فهين العمل الصالح دائما يرفعنا إلى الله سبحانه وتعالى يجعلنا في كنف الله سبحانه وتعالى يجعلنا في رعاية الله سبحانه وتعالى يجعلنا دائما نعيش المولى مستجاب الدعاء لأنه إذا كنا نعيش حلالا ونأكل حلالا ونشرب حلالا وحياتنا كلها حلال لا شك أن المولى عز وجل لا يستجيب لنا وسيدنا معاذ بن جاب البيس يسيدنا نبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله ما بالنا ندعو فلا يستجاب لنا من يدعين ما بيستجابش لا يستجيب المولى سبحانه وتعالى سيدنا نبي قال له ليه قال له أطب مطعمك تاكن مستجاب الدعوة أطب مشربك تاكن مستجاب الدعوة أطب ملبسك تاكن مستجاب الدعوة يعني يبقى أكل حلال وشربه حلال وليبسه حلال ما ينفعش يبقى كل حياتنا حرام وأنا مستنى ربنا يستجيب لنا يستجيب لنا على إيه وليه وعشان إيه إنها من لا بد أن تكونوا سيدنا نبقى لنا كده ما باله أحدكم مطعمه حرام ومشربه حرام وقد غذي بالحرام ويقول يا رب يا رب يا رب فأنا يستداب له لأنه المسألة معدلة مستقيم مع الله بتأدي فرائض الله بتأدي حقوق الناس بتأكل حرام بتأكل حلال يبقى حياتك طيب إنما إذا عيشنا الحرام كله بنا أكل حرام ونلبس حرام ونشرب حرام وبنغش ونرتشف ونقتلس ونزرق ونزلي ونعمل كل المؤمنقات المستنيين بقى يعني إيه ربنا يغفر لنا لا ده عنده ميزان دقيق ميزان دقيق بيوزن به ماذا نفعل ولما يلفظه من قول إلا لديه رقيب عتيد واحد يحصي بيكتب المليكة بيكتبوا علينا كل ما ما نلفظ به وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون بيسجلوا عليكم كل عمل وكل أمر وكل ما تتفاهمون به عشان كده بدون محتاجين لاستقامة في كل أمور حياتنا عشان ربنا استقابين يبقى خلقنا عشان نعبده والعبادة ما هيش صلى والصيام وزكى وحاج لأنه بعض ضيق العقول قال لك لا ربنا ألوى ما خلقت الجن والإنسة للعبادة أنا أتفرغ للعبادة لا أسابوا مدرسهم أسابوا جماعاتهم أسابوا أعمالهم وقعدوا يتفرغوا وقال للعبادة هذا فهم ضيق وفهم غبي للإسلام الإسلام أوسع وأعمى وأعظم من هذا كل عمل ينفع الناس ويبتغى به الخير ووجه الله في المكتبع وعباد اسمعوا بقى سيدنا نبي صلى الله عليه وسلم آتوا أسابوا مرة عليهم شاب ما شاء الله فطوة في صحة وعافية والصحابة قالوا لو كان هذا في سبيل اللي أصدم الحرب في ميدان الجهاد والقتال للدفاع عن الإسلام فسيدنا نبي لهم لا تقولوا هذا إنه إن كان خرج أسعى على أولاد صغار فهو في سبيل الله وإن كان خرج على أبوين الشيخين كبيرين فهو في سبيل الله وإن كان خرج على نفسه يعفوها فهو في سبيل الله بين سيدنا نبي إنه كل الكفاح والجهاد والعمل في الحياة لنسر الحياة ونستغني ولا نمد أيدينا إلى أحد ونما نكتهد في بناء مجتمعنا في بناء حياتنا في تعقيق الاستقلال في عدم مد أيدينا إلى أحد كل ده عبادة وسيدنا نبي لما مر على رجل في الجامعة في المسجد لقات الصبح وفي الظهر وفي العصر وفي المغرف قالوا إيه ده قالوا النظر أنا تفرغ العبادة قال لهم من بيعولوا قالوا كلنا يا رسول الله قال لكم الظلمين أيها خالف السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله يا شيخنا الحجة بابة صمش نعم الحجة مبتصمش نتيجة المرضها مريضة تحت تطعم عن كل يوم مسكين مسكين واجبتين فطعب إنها تلاقي كل يوم مسكين واجبتين فطور وصحوف طيب السؤال ممكن تطلع المبلغ على بعضه لمسكين واحد مرة واحدة آه الجمعيات كلها دلاتة عاملة حاجة اسمها افطار صائم في الجمعيات بياخدوا آآ المبالغ ويفطروا بيها وصائمين جمعيات آآ كل الجمعيات اللي في مصر الآن عاملة افطار صائم فتبتعوا لجمعية من الجمعيات مرات الموحدة وهم يتحملون ذلك إن شاء الله طب لو إحنا عطينا المسكين جار لو جار مسكين آآ لو جار لو فقير ومحتاج جاي لو فقير ومحتاج جاي نعم نعم لو فقير ومحتاج جاي ذلك إن شاء الله 30 مرة واحدة ها تدي له 30 مرة واحدة تدي له كل يوم أنت حر لا فيش مشكلة المهم أن تؤدى إن شاء الله وربنا يشفيها وعافية بإذن الله آآ آآ أيضا بنقول إيه نحن دايما نحن دايما لابد أن نعيش كما أمر الله سبحانه وتعالى ما ينفعش كل مننا يتوهم أو يتخيل إنه أكثر الناس استقامة وهو منحرف منحرف وعارف كويس إنه منحرف بل أهل بيتوا يعرفون أنه منحرف إنه سارق وناهب وأكل حقوق الناس وأكل أموال الناس ونصب على الناس وبعدين بيرى إنه أكثر الناس إيمانا ليه لأنه بيروحوا صبي ولأنه سام رمضان لا الصلاة لها مردود وعائد أنا قلته بكرره ربنا أني إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر يعني بتمنعنا من الأذى من الشر من السوق من المكروه من إذاء الناس من ارتكاب الفحشاء من عمل السوق ننرتشي نختلص ناكل حق الناس ننهب أموال الناس ننصب على الناس نختلص أموال الناس كل ده شر ومنكر وأهزة وسوق بيحبط الصلاة تماما وكان أجرها لا أجر لا أجر لها مطلقة أم عبد الرحمن أم عبد الرحمن أيوة بصة لصابرية الشيخ أنا 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 بصلي بصلي كويس الحمد لله بركز الصلاة بس ليه بيجيلي وثوات بيجيلي وثوات في الصلاة كده اشتغل نخلي كلام سب كده أنا نبقصش بحد ويقول لي لا أنت تقصلي أنت تقصلي بيشتغسل لا أعظم تقصلي بي طبعه ضعوت واتخنع وبيجيلي رحشة بس بصلي تاني بس بصلي تاني يقول داشتغل وتقالت كذا الشيخ قال لي داشتغل بس أنا بتخنق بس أنا بتخنق أنا أنا بتخنق وبنامش وبتخنق شوفي اللي مرتبط بالله سبحانه وتعالى واللي دائما دائما ربنا في قلبه وفي أجدان وفي ضمير وفي حياته متخناش أسه ولا يأتي الشيطان أسه لأنه إنسان مرتبط بالله ربنا بعيش في قلبه ومش الشيطان اللي بعيش في قلبه رب مرتبط بالله سبحانه وتعالى والمولا عز وجل قال لنا في الحديث القدسي مَا وَسَعَنِي أَرْضِي وَلَا سَمَائِي وَلَكِن وَسَعَنِي قَلْبُ عَبْدِي الْمُؤْمِنِ ربنا بعيش في قلوب العباد والمؤمنين فلما بعيش في قلوب العباد والمؤمنين بيوجيهم إلى ما يرضيه وجيهم إلى الخير ام تتفرغي لله تخلي قلبي خالي ما تتخليش خالبي بحالة تانية ما تخليش الشيطان يستولي عليك ويستأثر بيك وياخدك من طريق الله سبحانه وتعالى الى طريق الشيطان وانما تستمر دائما مرتبطة بالله سبحانه وتعالى وانا بصلي يبقى انا بخلي ضميري وقلبي وحياتي من كل شيء على يطلق في الدنيا الا الصلاة ونوافى قدام العظيم الخالق الاعلى سبحانه وتعالى يبقى ايه اتفرغ له ولا اشغل بالي بشيء اخر ان شاء الله ام احمد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عندي سؤالين لو سمحت السؤال الاول بخصوص كفارة السيام لو انا عليهم السيام قديم اوي وعوضته المفروض ننطلع كفارة عليه بده لا ان شاء الله صمت او طيب اخلاص ان شاء الله طب معناس السؤال التاني حدرت في الايام غير رمضان بنصلي العيشة السيدات مع بعض في الجامع ولا الامام بعد العيشة بنصلي قيام مع بعض في التبس فهل ده يجوز لا في غير رمضان لا في رمضان لا غير رمضان في غير رمضان جايز جدا ما فيش مشكلة ان شاء الله ربنا هتقبل وهذا عمل طيب يعني في قاله ممكن يكون بدعة او عملوش النبي عليه الصلاة والسلام لا 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 ليس بدعة لان انا بقى تقرب الى الله سبحانه وتعالى بالقيام وكثير من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقومون الليلة لا يفترون ما بيتعبوش قاعدين طول الله صل وكان سيدنا عبد الله ابن عمر من هؤلاء كان يصوم النهار ويقوم الليلة هكذا بس نصيحتي لكم لما تصلوا مع بعض ما تعدوش بعد الصلاة تنموا في في الناس وتتكلموا عن الناس وتتناولوا الناس وتجيبوا سيار الناس وانما خل صلاتكم كده وقيمكم مقبول ان شاء الله لان سيدنا نبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا ان فلانة تصوم النهار وتقوم الليلة ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها قال اخبروها امنها في النار ما نفعها صيام ولا قيم فلازم عشان نصوم وعشان نقوم وعشان نرتبط بالله لسانه يبقى لسان ان شاء الله ذاكر شاكر لا يقول الا خيرا ولا يتكلم الا خيرا ولا يعملوا الا خيرا ولا ينطقوا الا خيرا ان شاء الله وربنا قالينك ايه وقولوا للناس حسنا فلازم نقول الايه الاشياء التي تجعل الناس يتفائلون ولا يتشأمون ودائما نتكلم بايه بخير بحق بفضل بنعمة لانا نتكلم بسوء او بشر او اذى ان شاء الله بنتكلم احنا مع بعض او بنكمل حديثنا والكلام ايضا بالاسئلة بتجيب حديث في موضوعنا ان شاء الله باذن الله بنقول انه الصلاة لها مردود وعائد اذا فقدت هذا العائد وهذا المردود بلا قيمة له ولا اثر له ولا نافع له والحديث القدش عن رب الاجزة سبحانه وتعالى بيقول في ايه ليس كل مصل يصلي انما اتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل بها على خلقي واقام النهار في ذكري ولم يبت مصر على معصيتي ورحم الارملة والمسكين وابن السبيل فذلك نوره كنور الشمس اكلاه بانايتي واستحفظه ملائكتي واجعل له نورا يمشي به في الناس هكذا علمنا رسول سيدنا النبلين ايه من لم تنهو صلاة وعن الفعشاء والمنكر فلا صلاة له يا امام نعم سلام عليكم الهام يا الهام سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته على المساعد اهلا بي سيدنا الشيخ لو سمحت انا حامل في الشهر السادس والدكتور قال لي ما تصميش بس انا صمت الايام دي الاولانية عادي الصبح عندي عادي بس باجي على الساعة اربعة كده بحس بنفسي اني هبطانا كده واني عندي شوي سعب وكمان عندي فانا معرفش ما تصمش وحتى لو ما تصمش يعني ممكن تقلم الطبيب اوصى بقى لا تصوم ايه بقى لا تصوم وربنا سبحانه وتعالى قال لينا له ونمتاز الامر الله قال لينا ايه فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدتهم من ايام اخر وعلماءنا وفقهانا القدامى والمحدثين وكل الفقهاء الحامل والمرضع اذا خافتا على نفسيهما او ولديهما جاز لهم الافطار ويقضيان اياما مكانها بعد ان شاء الله الحامل متؤوم بالسلامة وتنتهي من ولادتها وتستريح تقضي الايام التي فتتها من شهر رمضان المبارك ان شاء الله وهذه رخصة رخصها الله عز وجل لعباده المرضى والمسافرين وان الله يحب ان تؤتار خصه يبقى بالاكد معنا سيدنا لم يبقى لين ايه من لم تنهوه صلاته وعلى الفعشاء والمنكر لم يزدد من الله الا بعدا معربش ده بعد عن الله سبحانه وتعالى محتاجين بايما نفتكر ان العبادات ليس التقوص تؤدى وكفى وانما لها مردود وعائد هذا العائد اجتماعي ينبغي ان يعود على حياتنا وعلى الناس وعلى المجتمع وعلى انفسنا اذا فقدت هذا العائد يبقى لاقي مثلا ولا اثر شوف ربنا ان ينفس الصيام ايه يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون شوفوا في الاخر لعلكم تتقون يعني فرض عليكم الصيام نمى لسبب ولأصل وللنتيجة ولثمرة ثمرة الصيام هي ايه التقوى تقوى ان احنا نجعل الله دائما امامنا بكل عمر شايفنا ومطلع علينا اه ام احمد يا ام احمد السلام عليكم عليكم والسلام ورحمة الله وبركاته ازاك يا دكتور حمد انا بيك وحضيتك بقى الفصح يا دكتور جوزي عنده السكر والنسف واللتاع بيتعبه ممكن ندفع له صدقة ولا نطلع له اي خادة ما كان فيها يعني هو الاطباء افادوا ان يصوم ولا ما يصوم شيء هو بيصوم بس بيتعب معنا بقول اهو اطباء تتقالوا الاطباء اذا قالوا انه يفطر يفطر ان شاء الله بإذن الله وربنا دالوا رخصة انه يفطر ويطلع فدية فدية يعني يطعم عن كل يوم مسكين واجبتين فطور وصحور يعني يطلع حد حيصوم بذاله وهو يفطر ويصحره ويديله الفطور والصحور كل يوم اذا كان لا يستطيع الصوم واذا افاد الاطباء وانه لا يستطيع الصوم وان الصوم سوف يضره ويؤذيه يبقى عليه يعني يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين واجبتين فطور وصحور ان شاء الله بإذن الله بنأكد معانينا لحينا نقولها لما ربنا قال في الصيام لعلكم تتقون لعلكم تتقون يعني ايه اتخف ربنا يعني اتتقوا ربنا يعني تخشوا الله سبحانه وتعالى يعني تتقون ربنا امامكم ولي اتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبتهم لو ضمون حينتقم في هذا لوم ويقتص للشاة القرناء للشاة العجماء من القرناء الشاي لما لا يشكرون حيقتص لها من الشاي للا قرون لأنها بتنطح اكثر وتعور اكثر وتفزي اكثر شوفوا عد الله وصل الى فين والى اين علشان كلنا نعرف ان ربنا سبحانه وتعالى هيحسبنا حسابا عسيرا على ما قدمنا وعلى ما فعلنا فالصيام ما بيأثرش في نفسه في قلبه في وجدانه بيعقب التقوى في نفسه بيخوفه من ربنا سبحانه وتعالى بيجعلوا يخشى الله سبحانه وتعالى لأن الصيام تعد ذاته خشيا من الله عز وجل هو قال لنا كده كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به عبادة خالصة لله سبحانه وتعالى لأنه لا رقيب عليك في صومك إلا الله عز وجل ولا يتابعك إلا المولى سبحانه وتعالى ولا يراك إلا هو وبالتالي لو أي واحد أفعل نفسه وأوضى وأعادي أكون معد الشيء لما ربنا شيء ومطلع عليه وعارف هو بيعمل إيه عشان كده بقم الصيام عبادة خالصة لله سبحانه وتعالى لا رياء فيها ولا نفاق فيها مطلقا لأنه مش حد هيدعي النصاة فإذن اتصيان معناه إننا بخاف الله إننا براق بالله إننا بأدي ما علي لله إنني لا أرتكب ما يغض بالله سبحانه وتعالى ولا أفعل ما لا يرضاه المولى عز وجل وأنني ينبغي أن أكون دائما حيث أمر وأن أنتهي دائما عمانها إن شاء الله دا دا المعاني بي أنبغي أن تكون في قلوبنا في نفسنا في حياتنا في ضمائرنا في وجداننا وإحنا صايمين مش معنانا بنتاني عن الطعام والشراب والعلاقات الجنسية أو المعاني الجنسية ثم أرتكب من الموبقات ما شئت لا لا دا مدرسة ضابط بيضبطنا بيعلمنا السلوك القوين بيعلمنا عدم لنحراف بيعلمنا إن إحنا نستقيم على طريق الله سبحانه وتعالى وأن نلتزم التزاما قويا شديدا بأمر الله سبحانه وتعالى ما الصيام اللي عن تنعرص عمه الشراب والشهوة بس لا دا الجوارح لابد أن تصوم صوم اللسان وصوم الإيد وصوم الرجل وصوم العير وصوم الأزل صيام اللسان إن مهي لا يقوله إلا حقا ولا يتكلمه إلا صدقا وكل لسان ذاكر وقلب شاكر لا لازم يبقى كده اللسان يعيشوا في ذكر الله سبحانه وتعالى وربنا ألينا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما ذكر الله سبحانه وتعالى بيدينا إيه غفران وبيدينا أهجل السواب وجزاء من الله سبحانه وتعالى فاصل ونعود إليكم مرة أخرى إن شاء الله عدنا إليكم مرة أخرى لنا سؤال سائلة بتسأل بقول لو أنا نسيت وأنا بصلي أنا في الرقع الكام أحسب من الرقع الكام بقول لي السائلة الكريمة وإحنا بنصلي إذا نسينا للتالتة ولا الرابعة تبقى التالتة بنبني على الأقل يعني سدوا لاتنين ولا تلاتة يبقوا اتنين أربعة ولا تلاتة يبقوا تلاتة وكمل على ذلك ثم بعد تشاهد أسجدوا للساهوي قبل السلام إن شاء الله سجدتين كسجدات الصلاة بسجدتهم بعد التشاهد وأسلم نمينا وإسهارا علشان أكبر النسيان اللي أنا نسيته في الصلاة وبقول لكل ناس ينبغي أن نركز في صلاتنا تماما حتى لا ننسى لأن السيدنا النبي له حديث بيقول فيه ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها اللي أنت ركزت فيه واللي أنت عرفته هو إيه واللي أنت كنت حاضر البال والزهد والقلب والوجدان فيه إن شاء الله بإذن الله سائلة أخرى بتسأل بقول والدي عنده محل جزم ومحل ملابس أتجب عليه زكاة وكيف تحسب مع القلم أن معظم البضاعة ملكي للتجار وتسدد على أجزاء على فترة أنا بقول لسائلة كريمة إذا لم يكن له مال مطلقا وهم كل رأس باله المحل وبعدين بيأخذ من التجار البضاعة على أساس يبيع ويسدد إن شاء الله بإذن الله يبقى ليس لديه إلا الأرباح إنما إذا كان له رأس مال بيبدأ من أول العام بيحسب رأس ماله كامل وبعدين يتنى ويشتغل يشتغل لغاية ينتهي العام يحسب رأس ماله كامل كسب وبقى عند أموال ويطلع كل مصروفاته بيشوف أرباحه كامل في النهاية هذه الأرباح بيطلع عنها زكاة 2.5% إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله إذا كان خسارة يبقى خلاص لا زكاة عليه بإذن الله إنما يزكي عن الباقي من رأس المال يعني عنده رأس مال 100 ألف جنيه يطلع آخر السنة 90 يطلع عن التسعين لما التسعين إن شاء الله بارك فيهم وبقوا 170-150 يطلع عن مبلغ كل زكاة بعد ما يشيل كل مصروفات ومتعلقات وأجور المحل والكهرابة والإنارة وخلافه يطلع زكاته بإذن الله سبحانه وتعالى عندنا بقولها ليجوزوا أن أقرأ القرآن لوالدي وعلى قيد الحياة أو أهب له سوابه بقول للسائلة الكريمة لدانيا هاني بقول لها والدك يوعد يرى القرآن إن شاء الله نفسه طالما على قيد الحياة يمسك المصحف يرى القرآن وزي ما قلنا من الآن له بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لا مم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف ومم حرف فالذي على قيد الحياة يقرأ هو يقرأ لنفسه يحصل على الثواب والأجر والجزاء إنما أن أهب ثوابه القرآن لمن مات حد مات وإحنا بنحبه ومرتبطين به نقرأ القرآن أو نختم القرآن ونهب له ثواب هذه القراءة إن شاء الله ليرحمه المولى عز وجل سبحانه وتعالى سائلة بتسأل الدورة جات لقبل رمضان بيامين وخلصته طهرت ونويته صيام أول يوم رمضان وللأسف قبل المغرب نزرت نقطة وتطهرت وتكرر هذا الوقت وقت الأهزان لمدة ثلاث يامب رمضان وقت المغرفة تحسب ليه صيام أنا بقول لي السائلة الكريمة بتسأل الطبيبة أو الطبيب اللي هي متعودة تتعامل معاه وبتقول له ده حصل هل هذا من الدورة ولا هذا دم استحاضة إذا كان دم الدورة أو دم الحيض يبقى لا صلاة ولا صيامة إنما إذا كان دم استحاضة يبقى تصوم وتصلي إن شاء الله السائلة بتسأل أو سائل بقول له عندي مشكلة مع زوجتي ووالدتي مش متقبلين بعض نهائيا ويوميا مشاكل وحاولت أصدع بينهم كثير ولا جدوى ولو فصلتهم عن بعض والدتي هتزعل مني وتغضب علي وزوجتي عند أهلها ماذا أفعل تحاول بقدر المستطاع أن تفهم والدتك إن زوجتك لا غنى لك عنها وإن هي الزوجة تعتبر ابنة لها إن شاء الله وهي أم أولادك يعني أحفادها هم أولاد هذه الزوجة فنبغي أن تعاملها على إنها ابنتها وليست عدوتها وليست طريق عليها ولوست سارقة لابنها وإذا فهمت هذا المعنى فهي قد سرقت أبوك من أمه قبل ذلك فعاوزين أن نفهم الأمهات أو الحموات إن زوجة الإبن ليست عدوة وإنما هي ابنة ينبغي أن نحتضنها وأن تكون لنا بمثابة الإبنة حتى تعيشها بيوته في سعادة وفي هناء وفي استقرار وفي هدوء هذا رجل بيأكد حيرته بين أمه وزوجته يعمل إيه أمه مش رضية وزوجته عند أهلها وهو في حيرة ماذا يفعل فلا بقولوا المهات بلاش تضع أولادك في حرية تضعوهم في شر تضعوهم في سوق تضعوهم في مرارة وإنما ينبغي أن نحقق لأولادنا السعادة والاستقرار والهناء والسرور بأن نحتبي بأن نحب زوجات أولادنا زوجات الأولاد حيبق أولادنا وإن شاء الله بإذن الله حيث يبقى الحقيقة أطيب وأحسن بدلا من نغص على أولادنا حياتهم وننكذ عليهم إن شاء الله أيوة نعم سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا أنا أخويا كان أخويا كان بيعرف قرآن باستمرار ومتابع المصحف وبعدين فاجأت ما باجي بيعرف ييعرف دلوقتي على كل سنة ومفتح زعة القرآن الكريم أعجي أعرف ليه السواب سوابه يعني برضو نفس السواب القرآن يعني إذا كان مش قادر ولم يستطيع وكان بيقرأ وهم مستطيعين إن شاء الله وبيردد مع إزاعة القرآن الكريم أو بيذاكر مع إزاعة القرآن الكريم أو بيسترجع مع إزاعة القرآن الكريم يبقى إن شاء الله له الثواب القارئ وله أجر القارئ إن شاء الله سبحانه وتعالى بإذن الله ونسأل الله له العافية إن شاء الله عندنا سؤال ايضا بيقول ايه سلمة بتقوله اخت دايما الحسة بالتقصير تجاه ابي المطاف ودايما بجيلا وساوس منهم اصرف حقه ماناكت بر بهم ومعطاء دائما وكثيرة الهدايا والزيارات له ولكن احساسها بالذنب يكمن في انها لم تكن معه وقت افاته لانها بمحافظة اخرى فكيف تتخلص من احساسها بهذا الذنب بقول لي السئلة الكريمة انه الوفاة ليس لها معاد محدد يعني ربنا ما قلناش فلان حيموت الساعة كذا يوم كذا عشان نوعب ننتظر قدر الله سبحانه وتعالى فيه وانما الوفاة احيانا بتأتي فجأة وحيانا بتأتي في مكان غير مكان وحتى لو مقم فيه وربنا لو ما تدري نفسهم بأي عرض تموت فالقضية قضية انه انتقل الى ربه ولقي ربه راضيا مرضيا واحسن اليك ورعاك ورباك وعلمك فان بغي ان لا تحسي بالذنب تجاهه لانه انتهى اجله وربنا علينا فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمه الموت ما بيستناش حد ببينتظرش لما بنته تيجي او ابنه ييجي او اي حبيب من احبائه ييجي واماما بيأتي وقته يبقى انقضى الاجل واذا بلا رحاب الله اماما اللي عليها تعمله عشان تبقى تبرر ابوه عتى بعد موته ما تدعوله وتترحم عليه وتستغفر له وتبرر اهله اخواته اخواته اولاد اخواته اولاد اخواته بحيث انه يبقى البر موصول وقائم ودائم دائما وهذا يكون بر لابيها وهي ينبغي ان لا تحس ذلك لان اجر الله حين احين لا ينتظر انسانا وليس هناك انذار او علامة تقول ان الوفاة ستأتي في وقت كذا او فساعد كذا ان شاء الله واحدة سائلة بتسأل بقول ما حكم الدين في زوج بخيل على زوجته التانية وظلمها وقهارها وبيصرف عليها بالكاد مع انه ميسور الحال وقريبا ربنا ملتزم في صلاة وصوم وعباته وكل حاجة بس كل حاجة للأولاد من زوجته الاولى يوفر اللهم كل شيء ولكنه معي بخيل وحرمني من الانجاب واخد مني سيارتي ومن خمس سنين بلا منزل وبلا استقرار فقد كان يسكن بمنزلي نعم فقد كان يسكن بمنزلي وسمح لزوجته الأولى وأولادها أن يتبلوا علي ويسيء سمعتي ومع كل هذا لم أطلب منه أما لم تصل أنا بقول دايما الزوجة التانية عاوز زوجها يتفرغ ليه ما يشوفش حد غير يكونش في عينه ولاده ولا زوجته ولكن انت تتوقتي وهو متزوج وعنده أولاد وعرف ان أولاده حيب في قلبه من عينه وبالتالي لابد أن ترضي بهذا الأمر راقة وتعيشي فيه دائما إنما ما ينفعش تجوز راجلي بأنا بملكه كله وكل ما عنده وكل ما له ويهمل الزوجة الأولى وأولادها من أجل زوجة التانية هذا حرام وهذا لا ينبغي نعم هذا حرام وهذا لا ينبغي إن شاء الله بشكر كل القائمين على هذا البرنامج وبشكر كل المشاهدين وبتمنى لهم جميعا صياما مقبولا وصوما هنيا إن شاء الله أفتارا شئيا إن شاء الله ونلتقيكم على خير بإذن الله